هذه أبرز العنوين مدرب مارسيا فرنسي ديزيريبي يخرج بتصريح مفاجئ عن عز الدين أناحي بعد رحيله عن الفريق وهذا ما قالها الرقريقي يصدم الجمهور المغربي ويكشف حقيقة صادمة عن سبب استبعاد صاميماي من لائحة المنتخب المغربي وهذا ما قالها الإعلام الإسباني يشيد بالدولي المغربي عبدالسامد الزازوري بعد الأداء اللافت والقوي الذي قدمه رفقة المنتخبة المغربية الرجاء الرياضي في سراع مع الزمن لإنهاء نزاعاته قبل إغلاق الميركاتو قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب تحدث روبرتو ديزيريبي مدرب أولمبيك مارسيا فرنسي عن رحيل الدولي المغربي عز الدين أناحي عن النادي في الميركاتو الصيفي صوب بانتينياكوس اليوناني على سبيل الإعراء أوضح ديزيريبي في تصريحات لشبكة إغ إمس الفرنسية كان مارسيلي بحاجة إلى تغيير جدري أراد أناحي الرحيل أيضا وكنت أعرف ذلك منذ البداية بسبب رغبتي في الرحيل لم أجعله يلعب في مبارياتنا الوديتين في إنجلاتيرا وإغسبورا سنراقب موسمه وسنرى العام المقبل لأنه لا يزال متعاقدا معنا انضم عز الدين أناحي إلى صفوفي بانتينياكوس على سبيل الإعارة من مارسيليا مع أحقية الشراء في نهاية الموسم الجاري ووفق لما أكدته نادي اليوناني في بلاغ رسمي وقع أناحي في كشفات بانتينياكوس بقيمة مالية تبلغ خمسة مائة ألف يورو سيحصل عليها أولمبياكوس مارسيليا علما أن التعاقد يتضمن بوندا يحمل خيار الشراء تصل قيمته إلى 11 مليون يورو أكد ناخب الوطني وليد الرجريقية إمكانية استدعاء مستقبلا لصامي ماي مدافع دينامو زغرب الكرواتي مدافعا عن اختيارته في قائمة مباراة الجابون والسوتو لحساب الجولتية الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا المغرب الفين وخمسة وعشر قال الرجريق بخصوص ماي في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة لصوتو سامي أوضع دائما في اللائحة الأولية وأنا عندي اختيارات يجب أن أقوم بها وهناك لاعبين متعايشون مع المجموعة على ماي أن يظل في مستواه كما رأيت وسيلعب في دور أبطال أوروبا وعليه المواصلة في العمل والتألق والملعب هو المفصل هناك أمثل للعبين عادوا للمجموعة بعد استبعادهم من قبيل رحيمي والكعبي حيث اختتم الرجريق قائلا علي الإختيار دائما واليوم اخترت عبد الحميد بسبب تجربته وداري لأنني أعرفه وأعرف مزاياه ولا زلت أؤمن به وبأنه سيعود لمستواها الرياضي رغم إصابتها تابع الرجريق صاميماي ولاعبون من البطولة عليهم التألق والمجيد من العمل من أجل أن يبصموا على مكانتهم داخل المنتخب ويدغطون عليه من أجل استدعائهم يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه اليوم الاثنين منتخب لسوتو على أرضية المنعب أغادير الكبير انطلاقا من الساعة ثمين مساء بتوقيت غرينيتشا أثناء الإعلام الإسباني على الأداء المميز الذي قدمه الدولي المغربي عبدالصمد الززولي مهاجم ريال بيتيس في مباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي مع نظيره القابوني مساء الجمعة الماضية بملعب دار في أغادير وذكرت صحيفة موندو دي بورتيفو في تقرير بعنوان عبدالصمد الززولي يتألق مع المنتخب الوطني المغربي أن الززولي قدم أداء اللافتة حيث لاعب دورا مهما في الهجوم حيث كان وراء احتساب ركات الجزاء التي تمكن من خلالها حاكم زياش من تسجيل الهدف التقدم لأصود الأطلس شارك الززولي في تشكيلة الأساسية قبل أن يستبدل بزميله أمين عدي في حضور الدقيقة 80 لينتهي المباراة بفوز المغرب بأربعة أهداف مقامل هدف واحد وكان الززولي وراء الهدف التالي لكتيبة الأصود والأول لإبراهيم دياز بتمريرات حاسمة الززولي كان قد تعرض للكثير من الانتقادات في الأيام الماضية في الموسم الماضي خصوصا وأنه كان يلعب بأنانيا ولا يرى الإنسجام مع المجموعة مما قام بتحسين أدائه ومردوده في هذا الموسم الجديد خصوصا في أولمبيا دي باريس وبعدها تحصل على إشادة كبيرة من قبل الجمهور المغربي والإعلام الإسباني والعربية حصل فريق الرجاء الريدي على موافقة شفهية من لاعبين السابقين عمر العرجون ومحمد الناهيري لإنهاء النزاع القائم بينهما بشكل ودي على غرار ما قام به محسن متولي وحميد أحداد الأسبوع الماضي ويدين محمد الناهيري للرجاء الريدي بمبلغ 250 مليون سنتيم مقابل 120 مليون سنتيم لعمر العرجون اللعب الجديد لدفاع الحسنية الجديد وفق للعبان على التنازل عن جزء من مستحقاتهما لصالح الفريق الأخضر يسرع الرجاء الريدي الزمن لإنهاء نزاعاته قبل 19 من شتنبر الجاري موعد إغلاق المركات الصيفي في المغرب وبالتالي رفع عقوبة المنع من تسجيل وانتدابات لاعبين جدد كتف مسؤولي الرجاء الريدي لاتصالاتهم بمجموعة من اللاعبين أمتال محمد بن حريبة الذي حصل على الحكم لصالحيها يلزم الفريق الأخضر بدفع 216 مليون سنتيم وإلياس حدد 120 مليون سنتيم واللعب الحالي لويدات جمال حركاس 160 مليون سنتيم وليد صابي صابر 370 مليون سنتيم وعبد الجليل جبيرة 150 سنتيم لم يتم يمتنع بعض هؤلاء اللاعبين عن التنازل عن جزء من مستحقاتهم لكن شريطة عدم تسقيط باقي على الفترة المبتعدة وهو الأمر الذي يحاول مسؤولي الرجاء الريدي درسته رفض عبدالإله الحافظي التنازل عن جزء من مستحقاته المالية التي تصل قيمتها إلى 200 مليون سنتيم إلى جانب الحاليس أمير الحديوي الذي يدين الرجاء الريدي بمبلغ 150 مليون سنتيم كان الرجاء الريدي قد حقق الموسم الماضي بطولة ذهبية بدون أي هزمة وكذلك كأس العرش على حساب الجيش الملكي في إنجاز تاريخي وغير مسبوقة في الأندية المغربية ترجمة نانسي قنقر